احنا عندنا 18 نادي 18 نادي في الدوري قالك ايه قالك هنلعب دوري من دور واحد ركز معيه عشان ايه عملية حسابية كده قالك هنلعب دوري من دور واحد يعني كان 17 جولة وبعد كده ناخد اول 8 فرق في الدور الواحد ده اول 8 فرق دول ونخليهم يتنفسوا على الصدارة على اللقب العشرة الباقيين هيتصرعوا على منطقة الهبوط مين فيهم اللي هيبقى التلاتة اللي هيهبطوا فتقل عدد الاسابيع وعدد المباريات فنخلص الدوري اسرع ونبدأ الدوري الجديد اللي بعده مش بتاع سنجا اللي بعده بالنظام القديم اللي احنا شغالين بيه دلوقتي بس نكون نزبطنا موعدنا طيب نيجي عالصعوبات والمشاكل والاعتراضات اللي هتواجهها الرابطة ولجنة المسابقات الايام اللي جاية من الان دا وفيها حاجات منطقية وحاجات غير منطقية المنطقية اللي لابد لها من حلول وانت بتقول لك طرح ده انه كثير من الاندية اللي موجودة في الدولة الممتاز مصدر الدخل بتاعها من المسابقة ومن اللعب ومن كل حاجة هو البس التلفزيوني وعدد المباريات فكل ما عدد المباريات كان اكتر فلبس التلفزيوني كمتوا بالنسبة لهم تبقى اكبر فيبقى الفلوس الداخلالهم اكتر بعض الاندية الجماهرية هيكون عدد المباريات اكتر بالنسبة لهم فده معناه انه جماهير اكتر فده الذكر اكتر فتفاصيل من هذا النوع فكده كده النظام الجديد ده هيضر بمداخيل الاندية هيضر بمداخيل الاندية وتحديدا كمان الاندية اللي مش جماهرية اكتر من الاندية الجماهرية ليه؟ انه الاندية اللي مش جماهرية هي تعتمد اعتماد كله على موضوع المقابل البس اللي بيسوي عدد المباريات ببساطة يعني لو انا عندي عشرين مباراة غير لم يبقى عندي خمستاشر مباراة انا بكسم من العشرين اكتر من خمستاشر خلاص سهلة هيدي يعني حطها على جنب يعني طيب ايه الحل يعني الوقت انا انا هعمل نفس انا رابطة الاندية او لجنة المسابقات وحاول ادي الاندية دي حلول ما وبرضه هو مش عايز يخسر عشان هيقولك لانا لو خسرت الفلوس كده انا ممكن اهبط فانت كده بتعمل دي مشكلة فانا مش عايز المشكلة دي تحصل لابد انك تضيق الجاب ايه هو الجاب النادي اللي كان بيخشنه مثلا من البس التلفزيوني مثلا ده عسلين يوسيقى مش الراقب اللي انا هقوله ده مليون جنيه واكتر من كده طبعا مليون جنيه قوله مش هيبقوا سبعمية هيبقوا تسعمية وحب عليك وحب علي هتخسر حاجات بسيطة بس هنكسر كلنا بعد كده لما الدور ده يبقى منتظم فاهم يعني ايه انا بتكلم بقى على الرعاية والبس يعني تفاصيل كتيرة جدا نحاول نقرب الجاب شوية ما بقولش انك تدي له زي ما كان بياخد بالزبط طبعا دي حسابات مش بتاعتي بس انا بقولك تخيلي كان بياخد مليون ما تخلهمش سبعمية خليهم تسعمية فاخسرت حاجات بسيطة وانشيل بعض لازم لما تيجوا تكلمهم على الاندية انا بتكلم الرابط تكلمهم على الاندية تقولولهم الحلول دي ما توقعوش في النار يا ما تقولوش ايه بص هو داوس كان عاجبك انت برضو يعني ايه مش هتعرف تعمل ده مش هتعرف تعمل ده فقرب وجهات النظر دي نقطة نقطة تانية قول الاندية انه انت وشطرتك في الدور الاول يعني ايه يعني بدل ما انت كنت بتبدأ الدوري على مهلك وبتبدأ تفوق في الدوري التاني لا لانت لازم تبدأ الدوري وانت فايق او تجمع اكبر عدد بالنقاط معظم الاندية اللي تحديد بتبقى بتصارع على الهبوط يقولك اللي في الاول ده مش مشكلة المهم في الاخر راح اقلم كم نقطة دلوقتي لا لو انت ملمتش في الدوري الاول فده معناه ان انت هتنزل مع العشرة اللي بيلعبوا على الهبوط خلاص رسمي عزمي نظم لكن لو لحقت مع التمانية اللي فوق هتبقى بتنافس فوق ودي حكاية تانية مختلفة تماما طيب هنا هتقابلنا مشكلة تانية ودي بقى مش عارف هنحسبها ازاي دي عايزين برضو كنا نفكر فيها مع بعض التمن فرق اللي فوق التمن فرق اللي فوق لو اعتبرنا مثلا مثلا اهل زمالك بيرامد مصري يعني الباقي كله بيتلغبط بقى يعني سعب بيطلعوا ساعدة ينزل بس يعني انا بكلمك على دول يعني تمام الباقيين اللي هيخشوا معاهم يعني دول اربع فرق مثلا الاربع فرق التانيين اللي هم التمانية اللي هيتنفسوا في الصدارة الاربع التانيين دول الأربعة دول أصلا وهم دخلين الدوري بيبقى غالبا طموحهم إن هم يفضلوا في الدوري ركز معايا فأول ما أنا لقي نفسي بقيت في التمانية خلصت الدوري الأول وأنا في التمانية وبقيت أنافس فوق ما بقاش فارق معايا حاجة يعني إيه ياها لو طلعت التماني أنا تمام أدام مش ههبط لكن طول الوقت طول الوقت لما كان بيبقى الدوري من دور واحد كل الأندية خايفة أدام ما بتنفس على صدارة حتى لو أنت في المركز الخامس خايف تهبط في لحظة مطشين تلقيتها هبط لقي نفسك تحت لكن دلوقت لو أنا تطمنت بعد الدوري الأول أنا بتنافس مع التمانية اللي فوق أو مع السبعة اللي فوق أنا خلاص مش إيه مش فرق معايا فهنقلل المنافس شواء نخلي طعمها مش حلو بس برضو دين فأتعدي بما أنه موسم استثنائي مش ده الدائم موسم استثنائي فأرجوكم يا جماعة وبساطة أنا بأكلم هنا كل الأندية المصرية اللي موجودة في الدوري الممتاز بكلم ربطة الأندية بكلم لجنة المسابقات تعالوا نقعد على مائدة مستديرة نقعد نتحدث جميعا ونشوف الحلول إيه ونشوف برضو الأهم من حلول الأضرار إيه عشان لو حطينا عنينا على الأضرار يمكن نحلقها كلنا وإحنا مع بعض بس اللي بطلبه من ربط الأندية ولجنة المسابقات ما تروحوش تقولوا الأندية هو كده النظام هيبقى كده طب يا جماعة ومشاكلنا ماليش دعوة طب وأزمتنا ماليش دعوة طب والمشاكل المالية ماليش دعوة ده غلط تعالوا نقعد نتكلم مع بعض زي ما تكلمنا دلوقت كده ببساطة شديدة مين في مصر سواء أندية أو أندية ممتاز أو أندية الدوري محترفين أو خلافهم مش عايز مصلحة عامة مصلحة الكرة المصرية وطول ما مصلحة الكرة المصرية أو الكرة المصرية بشكل عام فيها نجاح وفيها ازدهار وفيها تقدم وفيها مسابقات منتظمة الأندية كلها بتستفيد ببقى أمور كثيرة جد في التسويق وفي البس وفي تفاصيل كثيرة كله عايز الأمور تبقى ماشية بشكل مثالي بس لازم نقعد مع بعض أرجوكم نقعد مع بعض